من الحلم إلى الواقع ومن خريطة طريق عبرنا منها إلى إنجازات ملموسة حملت سياغات خطابات رئيس عبدالفتاح السيسي في كل ذكرى لثورة الثلاثين من يونيو رسائل محملة بالوعود لشعب مصر العظيم ما لبثت أن تحولت إلى واقع بفضل إرادة هذا الشعب سبع سنوات مرت على ثورة الثلاثين من يونيو مرت مصر خلالها بتحديات صعبة بدت في خطاب رئيس السيسي منذ أعلانه خريطة طريق لمستقبل البلاد حتى تسترد عافيتها بعد محاولات الإخوان المستميتة لتشويه تاريخها وحضرتها وهويتها الإرهاب والتنمية محوران أساسياً في المسار العام لكلمة الذكرى الأولى للثورة الثلاثين من يونيو يعكسان الحالة المسيطرة على الرئيس وحلمه وسط صعوبات أمنية واقتصادية كان يمر بها الوطن ومن أجل إنجاز خريطة الطريق كان لابد لمصر الجديد من استكمال البناء التشريعي بإجراء انتخابات مجلس النواب وأكذا استكمال الحرب ضد تطرف والإرهاب ولقد آن الأوان لوضع الأمور في مصابها الصحيح أن يطلع مجلس النواب المنتخب بمهامه الأساسية الرقابة والتشريع وأن تطلع المحافظات والإدارات المحلية بدورها الخدمي لتوفير المرافق الأساسية والخدمية للمواطنين التأكيد على معاني الثورة النبيلة وعزيمة المصريين العتيدة في وجيق والشر والظلام ومن أجل تحقيق أهدافهم وصون كرامتهم كان حاضراً في خطاب سيسي الثالث بذكرى الثورة التي جسدت معانيا وقيماً عديدة أهمها إصرار الشعب وقدرته على تجاوز ما يتعرض له من تحديات وصعوبات وتوفير الواقع الأفضل وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية التي تم تدشينها خلال عامي ما بعد الثورة نصابق الزمن من أجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها إذ قلنا على مدار العامين الماضيين بتدشين مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات وما بين سلب إرادة الشعب المصري قبل ثورة الثلاثين من يونيو وانتفاضته بعدها حملت كلمات الرئيس السيسي خلال الذكرى الرابعة للثورة العظيمة تأكيداً على أهداف الثورة وإصراراً على تحقيق تلك الأهداف لقد كانت ثورة الثلاثين من يونيو نموزجاً فريداً في تاريخ الثورات الشعبية حيث يسور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية في مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرة منع يشوه وفيظل ملهماً لأجيال مقبلة من أبنائنا وبناتنا جسامة التحديات لا تعني الهروب وإنما تعني المواجهة فعلى مدار خمس سنوات من تحديات جمّى تحملها المصريون بالصبر والكفاح بدأت ماكينات العمل بكل طاقتها لتعود من جديد الروح في المشروعات القومية فتجاوزوا كل العقبات وأثبت السيسي للعالم أجمع أن مصر قادرة دائماً على تجاوز المحن والعقبات وأكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وإنهم بإدراكهم العميق وأعيهم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنهم يضربون المسل والقدوة وإثبتون مجدداً مدى حكمة عبقرية هذا الشعب الكريم تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية شكلت بنياناً مرصوصاً ترسخ خلال سنوات الثورة الخمس الأولى ليس هذا فحسب إنما نجحت مصر في وقف الإرهاب وملاحقته ووقف انتشاره ومحاصرة تمويله كما أنها نجحت اقتصادياً في رفع الاحتياطي وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفرت عوائد ملموسة وفرصاً للعمل وساهمت في التنمية الشاملة أصبحت مصر إشار إليها بالبنان كمركز للاستقرار والأمن والسلام وسط محيط إقليمي شديد للطراب لا تخفى مخاطره على أحد وفي الوقت نفسه استطعنا أيضاً وضع أسس متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم فواجهنا الأوضاع الراكدة التي طال بقاؤها ها هم المصريون ذاتهم بعد مرور سبعة أعوام على ثورتهم الخضراء وقد باتوا على موعد سنوي مع كشف حساب يقدمه الرئيس لحصاد ثمار ما مضى وغرس بذور ما هو آت